تعلمنا ازاي المرة فاتت ازاي نضغط الملف او الملفات وندخلها جوه ايه جوه الملف المضغوط لكن ما تعلمناش ازاي نضغط مجلد بالكامل ضغط المجلد بالكامل اسهل منه ما فيش روح المجلد اللي انت عايزه وليكن مثلا تمرين البحث شايفين فيه كام واحد نعايز اضغطه بالكامل اجي باليمين عليه بعد ما اكون حطت طبعا ال ايه الوينرار وقول له لو سمحت اد تو ارشيف يعني دخلوا في الارشيف طبعا هيسألك على اسم الارشيف اللي انت هتعمله ممكن تدوس اد تو ارشيف وسمه لك تمرين البحث على اساس هو هيكون اسم ال ايه اللي موجود هو الملف انا اقول له اد تو ارشيف هيقول له عايزه فين اقول له نعايز الارشيف يكون على الديسكتوب قالك هتسميه ايه هتسميه تمرين البحث اقول له اوكي اقول له اوكي وتعالوا نشوف عمل ايه تعالوا الاول نشوف تمرين بحث حجمه كام تمرين بحث حجمه 15 وتسعة من عشرة تعالوا نشوف هيكون حجمه كام بعد ما عملناه تمرين البحث ادي هو بليمين اقول له خصائص ثلاثة او اربعة ميجا بايت يعني برضو شوفو من حوالي 16 الاربعة يعني تقريبا عمل ربع الحجم ماشي الحال طيب دلوقتي احنا بقى ايه بعد ما تعلمنا ازاي نضغط الملف الملفات اللي جوه دي يعني دلوقتي عايزين نرجعها طب ما هي موجودة ماشي عايزين نرجعها هنوديها ما احنا بعد ما نحطها هنوطها على فلاش مثلا نروح لكمبيوتر تاني والكمبيوتر التاني عايزين بقى نستخرج الملفات دي ونحطها على الكمبيوتر التاني استخرجها ازاي؟ قال له كيف تحني وين رار؟ اهم ادي تبين البحث ماشي؟ نعم قول له اكستراكت تو او استخراج عملنا استخراج استخرجها فين يا باشا؟ برضو انا استخرج على الديسكتوب ازاي تبا هي موجودة فين هي مفيش مش موجودة اللي موجود الملف المضغوط لكن الفولدر نفسه اللي هو اسمه ده من البحث مش موجود فاجع عليه اختاره وقول له اكستراكت تو وقول له على الديسكتوب وقول له اوكي هيروح مستخرجولي فين هو اهو والملفات مفتوحة ايبدا عملية الاستخراك بسيطة ولو كان حتى ملفه واحدة هو عايز تستخرج ده تخليه فين؟ نخليه برضو على سطح المكتوب عشان نعرف ادى على سطح المكتب اقول له اوكي ودى على سطح المكتب احدي هو على سطح المكتب لا طيب انا عايز اوديه في مي دوكيمنت مثلا نشوف ان المسلا ضغط عدة ملفات ادي هما 1 و2 و42 و43 قل له اسمه اكستراكت تو خلاص انت ممكن يعني هنا كل الملفات او تختارهم وبعد كده تقوله اكستراكت تو انا عايز اوديها المي دوكيمنت او في اماكن انت عايزها لابري هلقص الدوكومنت بتاعي هلقص وقل له موافق هيروحها تطهني في الدوكومنت هلنشوف ادي الدوكومنت موجودين ولا اقا واحد واثنين اهم هؤلاء اذا عرفنا ازاي نضغط وعرفنا ازاي نضغط مجلد وعرفنا ازاي نضغط عدة ملفات وعرفنا بعد كده ازاي ايه ازاي نستخرجهم وكده احنا خلصنا عملية الضغط ونشوفكم بعد كده نتكلم معنى الفيروسات